ينضم لنا الآن من باريس الكاتب والباحث السياسي مصطفى طوصل سيد مصطفى أهلا بك معنا إذن ملفات عدة كانت مطروحة على طاولة الوزيرين الأمريكي والفرنسي منها ملف النووي الإيراني إلى أي مدى باتت الرؤية الأمريكية متقاربة وإلى حد ما متطابقة مع رؤية فرنسية فيما يخص ملف إيران النووي نعم على الجانب الفرنسي لحدنا مؤخرا تصعيدا في اللهجة تجاه إيران خصوصا عندما تم التوصل إلى قناعة بأن هناك علاقات متشنجة بين قوسين بين وكالة الطاقة الدولية الدولية والسلطات الإيرانية وأن إيران تصعب وتعقد هذه المهمة هذه النقطة بالذات بالنسبة للفرنسيين وبالنسبة للأوروبيين هي خط أحمر يجب التعامل معه لكن في المقابل وتهيئا لهذه الجولة السابعة التي ستعقد في التاسع والعشرين تحاول الدبلوماسية الفرنسية والأوروبية أن تعرف إذا كان هناك تنازلات يمكن أن تنتزعها من الجانب الأمريكي لتشفي غليل المطالب الإيرانية وتعيد إيران إلى اللعبة التفاوضية هذه الشروط التي تطرحها حاليا إيران بالنسبة للولايات المتحدة وهو التراجع عن جميع العقوبات الاقتصادية التي فردها دونالد ترمب وتقديم التعهد تقريبا خطي بأنها لن تنسحب من الاتفاق مستقبلا وبالإضافة إلى تحرير الأموال المجمدة كل هذه الشروط تعرف إيران جيدا بأنها مرفوضة أمريكيا ومرفوضة أوروبيا لذلك نحن نتسأل هل إيران حاليا على مستوى المنورات الإعلامية والديبلوماسية تريد أن ترفع سقف المطالب قبل هذه الجولة لكن في المقابل وبالرغم من أن هناك انطباع بأن نحن نتوجه إلى باب مسدود هناك أيضا نافذة قد تفتحها الدبلوماسية الأمريكية عندما نسمع بأن الموفد الأمريكي روبرت مالي يطلب بمحاولة التوصل إلى اتفاق استراتيجي بين تهران وواشنطن يعني خارج منظومة الاتفاق النووي وعندما نرى مثل هذه الحلول وهذه المعالجات المقترحة أمريكيا تتولد لدينا الانطباع بأن ما يمكن إيجاد صعوبة في التوصل إليه داخل الاتفاق النووي الموقع من طرف المجموعة الدولية يمكن تصوره داخل علاقة ثنائية أمريكية إيرانية استراتيجية ربما مثلا هنا نتحدث عن البرنامج الباليستي وهي نقطة صعبة جدا وأيضا الأنشطة العدوانية لإيران في المنطقة يمكن أن لا تدمج في الاتفاق النووي هناك من يرى بأن سقف المطالبة الإيرانية سيكون عاليا في هذه المحادثات المرتقبة بعد تقريبا أسبوعين هناك على الصعيد آخر تحركات ديبلوماسية تبعناها منها حتى كانت جولة أوروبية للمسؤولة الإيرانية علي باقري وأيضا شملت باريس بالمقابل سيد مصطفى يبدو بأن الدول الغربية بشكل آخر تتهيأ لسيناريو عدم التوصل لأي اتفاق في هذه المفاوضات المرتقبة خاصة بأنه عندما يتم الحديث عن جهود التصدي لبرنامج إيران النووي ما السيناريوهات المطروحة برأيك اليوم أيضا في هذا الإطار إذا لم يتم التوصل لأي اتفاق نعم سيناريو الباب المسدود وسيناريو القطيعة بين قوسين النهائية بين إيران والمجموعة الدولية هذا سيناريو يتم العمل عليه منذ عدة أشهر مع المجموعة الدولية وعندما نقرأ ثنايا التصريحات الفرنسية والأوروبية نجد بأن هذه المجموعة الدولية مستعدة لسيناريو لمقاربة غير التفاوض مع إيران عندما تقول في كل مناسبة دولية بأن المجموعة الدولية ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا ستعمل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي هذه الجملة فقط تكفي لتعطينا فكرة حول نوعية المقاربة والحلول التي قد تقترحها أو قد تنضم إليها دول الاتحاد الأوروبي لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي لكن في المقابل هناك أيضا داخل هذه المنظومة الحاكمة الأوروبية شخصيات لديها قناعة بأن ما تقوم به حاليا إيران على المستوى السياسي والديبلوماسي والإعلامي لا يعد كونه فقط مناورة سياسية هي للاستلاك الداخلي وأنه في وقت من الأوقات عندما تشعر بأن صبر المجموعة الدولية نفد وأن ليس هناك أي حلول أخرى قد تقدم التنازلات الضرورية لمنع أو لنزع فتيل الحرب الدولية على إيران لذلك نحن الآن أمام محاور إيراني أمام شريك إيراني يتلاعب أو يلعب بأعصاب المجموعة الدولية قصد الحصول على أكبر قدر منها التنازلات من المجموعة الدولية هناك أيضا نقطة يجب الإشارة إليها يتم تدولها حاليا وهو أن هذه التنازلات التي ترفض حاليا لولايات المتحدة أن تقدمها لإيران ليس بسبب غياء الإرادة ولكن بسبب تعقيدات أمريكية ذاقلية يجب الحصول على الضوء الأخضر من الكونغرس الأمريكي ربما قد تعطي ضوء أخضر لدول الاتحاد الأوروبي لرفع عدد كبير من العقوبات قد تتولد لذلك الانتباع بأن إيران عادت وحصلت على شيئا ما إيجابي ومن بعد ذلك يمكن أن تقدم التنازلات وتعود رسميا للاتفاق وتتراجع عن الخطوات التي قامت بها مؤخرا لتخصيب الأورانيوم وللتصعيد للهجة مع المجموعة الدولية شكرا لك سيد مصطفى توصي الكاتب البحث السياسي كنت معنا من باريس شكرا لك